اشتركوا في القناة تظهروا ان هو نجاحه ده مثلا مش حقيقي وده اللي بيحصل بصراحة معضف فقرتنا كتير قوي من الايام بقعد على الفيسبوك كده وبقلب بلاقي فيديو لي انا ودكتور ماجد زيتون وفي الفقرات زي ما احنا كده بالزبط وبعدين ابص يعني للوعي لكده ما ببقاش مصدقا ان حد ممكن يكون غاشش للدرجات دي وبياخد الفيديو ونزله فببص على اسم الصفحة ملقاش صفحة دكتور ماجد زيتون دي مشكلة كبيرة قوي وبعدين الكارثة بلاقي ناس عاملة كومنتات انا عرفها وناس بتشتري ادوية وعلاج وكوارث بتحصل وده اساسه النجاح بس لما يبقى النجاح كامل لازم نتكلم بقى في النقطة دي ونخصص لها فقرة واتكلم عنها بدقة ان احنا عشان خاطر نتعالج عند دكتور ماجد زيتون انا لازم اروح اشوف المركز اشوف كمية الاستشاريين والاخصائيين لجول المركز لازم اشوف كمية التقنيات والاجهزة اللي مش هلاقيها غير عند دكتور ماجد زيتون ومراجزه لازم اسمع صوت دكتور ماجد زيتون لو انا عايزة مضطر فيه ناس للأسف بتبقى برا مصر فعايزة تكشف عنده فاوكي فيه كشف بس بيبقى أولاين بس انت بتسمع صوته مش بيقولك الكشف الأولاين عند حد اخصائي لا فنخلي بقى من النقطة دي كويس وانا واسقا الموضوع ده بيحصل عشان خاطر نجاح دكتور ماجد زيتون اللي هم عايزين ياخدوه ويزيفوه في نقطة تانية خالص خلينا النهاردة بقى نشوف حالة من حالات النجحة مع دكتور ماجد زيتون وانا سعيدة جدا ان هي موجودة معانا في الستوديو ومبسوطة جدا بكلامها اللي قبل الهواء بتمنى اللي هي قلته تقوله تاني لان انا اصلا كنت مبسوطة جدا بكلامها الهيل ده خلينا نرحب دي فقرتنا دكتور ماجد زيتون استشاري السمنة وتغزير علاجية ومدام خلود أهلا وسلم بك مدام هويدة مدام هويدة مكتوب خلود بس يعني نحن نحن خلود يعني نانسي ندرة باب عارفة يعني حاجة خيزة باب مدام هويدة ان شاء الله انا هحفظه قولي لي ايش يكادي انا مش هرحب بدكتور ماجد هقولك ايش يكادي هعكس كل اول انشي منورونا فانا والطبيب دكتور ماجد كالعادة انت منورنا ولا متأسف ان انا خرقت شوية عن الموضوع بس الموضوع كان فيه استفزاز قوي ليا انا خصوصا ان انا بلاقي يعني الناس عايزة تنسب النجاح بتحضرتك الكبير ليها هي لا هي حتى بش ينسبوا ليهم هما الاسب الشديد هو النصب والاحتيال اللي موجود على السوشيال ميديا معي الاسب الشديد انه هو انت عارف السوشيال ميديا موجودة في كل بيت مع الاطفال مع الكبار دي هو الموبايلات يعني صح فالاسب الشديد فيه اصابات معي انا اطلق عليها او مافيا من الناس الاسب مش كويسين طبعا بياخدوا فيديوهاتي اللي بتطلع معاكي واجيب حالات وبتكلم بكل طلاقة على المنظومة علاجية بروت كل النظام الغذائي مش عارف ايه ويستغل الفيديوهات ديت ويكتبه اسامي صيدليات 握اصور به سلوة خطاب صيد голديد دكتور يحي يعيش مع اسامي اسامي وهمية كتير جدا يعني الفيس بق ويصرفوا على الفيديوهات ديت ويكتبوا ويچ Amb مشاهدة كبيرة اه مشاهدة كبيرة ويودعوا في الاخر احنا طبع الدكتور ماجد وده احنا مراكس الدكتور ماجد وفي الاطبب بتاع الدكتور ماجد وده بروتكل العلاجي اللي مكتبه الدكتوري ماجد في السمودة في الايادة عنده فبتحك طبعا عشان يبيعوا الادوية اللي مش مرخصة والمضروبة اللي عنده مش عارف يبيعوا الادوية المضروبة دي وللأسف بيتجروا بحياة الناس اه بحياة الناس وطبعا ادوية في منتقى الخطورة على الناس وانا ازاي في الاول بتخيل ازاي حد عيبال بعد دوة من عن نت حتى لو مكتوب عليه مجلزاتون او بيدعوا انهم طبعا مجلزاتون وزاي حد دخله بقه ومعرفش قصة وفصل وعلينا الطب يا جماعة الطب موجود في الايادات انا دارس طب معايا باكروس معايا ماجستين معايا دكتور وادكتور اي دكتور محترم بيبع عنده ايادة ما عنديش ايادة حشتغال في مستوصل حشتغال في مستشفى الطب موجود يعني اي حد يعاني من مرض معين زي دغت سكر كورستور السنة دي والسنة خلاص بقى تخصص دلوقت معايا اتجه للدكتور ماجد او اي دكتور تاني زو خبرة بعنوان في عيادة في مركز مرخص معايا كدكتور ماجد تخشي تلاقي السمودة شادة الترخيص بعد الدقابة شادة السمودة العلاج الحر للترخيص البرتقول اللي بكتبه قصة كده نكحة لها اساس علمي وانا رأي حاجة تانية دكتور بما انك هتدفع فلوس في كورس علاجي فانت كده كده دافعي يعني هم مش هيدولوا الكورس ده ببلاش مثلا يعني هستأذرهم في مركز ومش محتاجين بطرس علاجي لا يعني انا برضو مش متخيل لحد لو تشوف احنا بنكلم عن موضوعات ببله وفترة مش متخيل ان حد ياخد علاج من عن نت يعني انا بالزبط مثلا مادام هو ايدا عندها ضغط وكان عندها دون على الكابل هل تفتح النت تاخد دوما عن نت حد يبقى تلاقي دوما عن نت يرهر ابيهو طبي فيه طبي في العيادات في المراكز ومشتائيات هم انا فرحانة طبعا ان ده نجاح وهما طبعا يعني هي اكتر من 11 صفحة على فكرة او 20 صفحة على فكرة ومش بهول بتكلم بجد هو انا فرحانة طبعا لان كنهم من هما كلهم او هي منظومة فعلا زي ما بيقول دكتور ماجد وبياخدوا دكتور ماجد بالاخص فانا احنا كده وده لم دهين يعني ده نجاح لدكتور ماجد فهو ده نجاح طبع فينا كاترة كتير اوسع في المجال ده هو الوحيد اللي واخدينه ماجد زاتون بيت براند بس زعلانة بس طبعا انا بنابقى الناس انا منش علاقة طبعا بصفحة ديات انا رجل دكتور يا جماعة اللي بيشرفني كاي مريض سمنة او مريض جلدية بيشرفني في المراكز بتاعته الاعادات وانا عندي بداية اربعة طيب واربع مراكز كدكتور كفاية كده بقى عليهم كفاية كده بقى عليهم وخلينا مع مدام هويدة الامر مرسي وليلي بقى انا عارفة ان انت كنت 120 كيلو لا لا دي على فكرة انت اللي اخبطتوا ليه بقى ان فيه مدام خلود جايبها لكم 120 مدام هويدة كات 100 كيلو ونهضى بيناك سمين حالتك كتير وكله شبه بعض اصلي يعني عارفة انت مفيش حد قليل لا كله كتير الله اكبر ماشاء الله لب خليني بقى سيب الورقة خالص ايوه خليكي مع البطل حقي والامر اللي عشاشة دي يعني حضرتك زي الامر بس دلوقتي مئتي امرين قلت 100 كيلو ودلوقتي كم كيلو 70 كيلو يعني الحمد لله نزلنا 30 كيلو في قد ايه اربع شهور اربع شهور اه طيب قوليلي بقى انت لما رحش بس دعني نظام غذائي اه انا لسه كنت هاسألك لما رحش دكتور ميجي كان فيه يعني نظام غذائي كان فيه حاجات بسد الشهية مشيك عليك بالظبط لا 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 نظام غذائي فقط بس لا لا ما بيخدش اي علاج انا اصلا من طبيعتي ما بيخدش اي علاج اه ليه ظروف خاصة كنت بتبعاني من الكبد اه والحمد لله ربنا شفاني منه الحمد لله ولما ربنا شفاني منه بمشي انا حتى لما بكون تعبانة مش باي حاجة بحضر اه فانا ماشي حسب النظام يعني اصلا شخص في حياته متجنب الأدوية عما تنسى حياته نهي بس ماشي على النظام الغذائي زي ما بغضو من الدكتور ماجد هو اللي انا من النوع اللي عندي ارادة ماشا اه يعني الحمد لله كنت باخد علاج للضغط الوقت ما عمتش باخد علاج للضغط الحمد لله خالص لا خالص كنت الاول الحركة بتاعتي يعني تعباني الوقت بتحرك وانا بطبيعتي بحب الحركة فالوقت بالحركة بالنسبة لي سهلة جدا كنت بتعرفي تعودي بالشياكة دي وحط رجلالك لا لا اقولي لا كان صعب طبعا كان صعب اه كان صعب 30 كيلو طبعا يعني هو رقب الناس ممكن تسمعوا تقول 30 كيلو ولكن لا على فكرة ده انا بس انزلت 8 كيلو لا موضوع فرق تماما 30 كيلو رقب بس صراحة لما انا مريت بالزروف دي كل حاجة بصراحة فيها مزقية بأمانة الله يعني ما احنا شايفين طبعا معانا على الشاشة صورتك انت كنت فرح انا مش هالي اشوفها ليه ليه والله كنت زي الامر بس طبعا لا الدهون دي طبعا انت احسن انت تتخلصي منها اه كنت بتخلق دلوقتي عارفة تلبسي براحتك تتعملي يا عادي تتحركي كلمين على الحركة كانت عامل الحركة سهلة بالنسبال لا الاول لا الاول كنت قبل شوي احس بنهجان اشعارفة اخد نفسي الوقتي بقيت سهلة كنتولي حتى على موضوع البيت عندك دورين ما شاء الله اه انا عندي الشقة عندي دورين دوبلكس يعني دوبلكس اه ايه على طول اه ما شاء الله طيب خليقي بقى اسألك حاجة عجبتني او الحمد لله انت اصلا بتفرحنا والله العظيم وانا بحلف انا ما فيش حد حتى هنا في القناة اي حد يعني من الناس اللي بتشتغل زمياننا اي حد بيدخلي بالصدفة ده حلقات دكتور ماجد جميلة اه وانا جاي في العربية مثلا كابتن اللي هي العربية دكتور ماجد حلقته فوالله العظيم ما بكس والنهاردة لست الكلام دكتور ماجد الناس بتحب خليني بقى اسألك سؤال مهم قوي واشرتني ليه مادام هويد قالت ان انا خسيت 30 كيلو بدون اي حاجة يعني بدون اي لل معنى كده يا دكتور يعني اللي بيجي لحضرتك هو مش كل الناس تبقى محتاجة لحاجة سد شهية مش كل الناس محتاجة لحرق دهون اللي بتشوف معي يصلح انه هو يخص عادي كده خلاص مش محتاج هو نظام الغذائي الواحده بيشبع وفي نفس الوقت انت مش حرمهم من حاجة فده صحيح بص اقول لك حاجة يعني هي الفكرة اللي انا عايز اقولها دايما انا اي حد دايما سامن دايما 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 قلت لمعاربع شهور وازنها ميكيلو وفاهم طبعا الوضع الصحي للحالات اللي بتعاني من السمنة كان عندها دون على الكافت الضغط والشكوى والمفاصل وعدم طرق السلم فدايما بقول ايه حطلعك من القفص الهني ده بالمفاتيح النجح فالمفاتيح بدي ضايت وبرتقول علاجي بكتبه وجلسات لسنة الموضعية وانا بتكلم مع مادام هويدا قايتلي انا عندي الارادة ان اعمل كنترول على شهيد اوه دي حقيقة وحجرب ضايت معك اول اسبوع وصنع معي عرفت ان بدي سناكس كل ساعة بدي كده تملى المادة والياف وتحسن البشرة خلي بكت بغض الميزة اللي بغض عليها 30 كيلو الوشة حمر الله هو أجوه ودخل الوز بكمل معي للنجاح المنظوم فبني يجرب اول اسبوع خلاص انا ما حسيتش ان في الوقت الاولاني ممكن ناخد بروتوكول علاجي رغم من بروتوكول علاجي ايه مهم بالنسبة لي يعني ما فيش حاجة مساعد عندي السيئات بروتوكول الناجح بروتوكول علاجي كاصة دون زود الحار ويفلشي عشان ادي العوام المساعدة القوية العيان يلتزم بالإيه بالضايت بالضايت وانا دايما اعتبر حاجة كده يا ميري اعتبر ان انا بشغل مصانع بكسر دون يعني مثلا نازل ما ده هو ايده 30 كيلو اول حركابك مصنع من خلال الضايت اللي بديك نظام غزية ناكحة في 30 شهور تجيب 30 كيلو بلا توقف بلا سبات بلا مشاكل او اي صعوبات حتى قابلك في ضايت ولا جوع ولا هبوط وكده معايا المواد معينة ترفع معدلات الحر الضعيفة سوما على السن الكبير بقى محتاج ارفع معدلات الحر اكتب العلاج الناجح اللي ديك احساس وكلة طورتة معايا انك ايه ما مش شالش على الموقع يعني الميزة برضو البرتوكول العلاجي اللي جايز ما اخدتهوش مدام هويدة وده نجاحي الله أكبر يعني وطوفيه من عندك ان على نظام البرتوكول الغزائي بس نجحت رغم ما انا حقولك الكلمة بس يعني اول مرة اقولها لك اتواخدت البرتوكول العلاج اللي انا بكتبه كان جابت 30 كيلو في 4 شهور كانت ممكن يبقى في 3 في 3 وقت وقال مصنعين غير مصنع واحد بس هي الفكرة كلها حسن التقييم وحسن المعاملة ولا دايما فيه نقط عايزة علعب عليها قوي السابورت النفسي للعيان انا مش جايزة عايزة حساسه ونجاح ومش هجبيرك يعني لا 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 ولا ولا بيش نسألت اجبيرك انا يعني من التوفيق من عند ربنا برضو ودي اهم نقطة اوكي انه بحس عايزة انه جاي بيتي بي حسن المقابلة حسن التوجيه حسن الضيافة حسن النتائج حسن السابورت صح الله غلط يا حقيقة يا حقيقة استوف تب خلينا معا نسألها شوية داكتور طبعا حديك مش جايزة عن نظام غذائي فقط معنى كده ان الدكتور ماجد بيلعب بطريقة معينة انه هو كل اسبوع بيغير لانه هو طبعا بيغير النظام لانه هو طبعا نظامه نظامه هو اللي بيخصص معينه بديك اكل كتير اللي انا عارفها واثنين ما حاستيش بقى بجوع ما حاستيش مثلا انا عارفة اللي بيبقى بيأكل كتير قوي دا ومرة واحدة يأكل حاجة معينة فبيحس كنا انه روحوا في تغيير في تغيير وبعدين انا بيعمل كمان من نفسي معينتش نفسي معينتي قفتت معينيش نفس هو داكي النظام اللي اصلا بيشبع بعد اسبوع اولا كل حاجة بناخدها لها فكهة كلها مثلا فيه بروتين كل حاجة وفي دا حتى ما فيش الواحد اللي عندوش اكتئاب يعني ساعد الضايت دا بيعمل اكتئاب طبعا في ناس بيتوقف الضايت عشان نفسياتها وبعدين بينفجروا بقى بعد كده يعني تمشي تمشي ضايت وبعدين مرة واحدة تاكل يعني اي حاجة بتشوفها قدامي فعلا صح لا لا خالص يعني انا الاكل من نسبة للوقت خلاص يعني حتى لو تحط قدامي ايه خلاص طب انا عرفت كده ان انت لسه مكملة طمعت بقى صحي كده صحي يا دكتور قدامي قد ايه وعايزة تنفري يعني ان شاء الله خمسة كيلو كمان باذن خمسة كيلو معنا كده ان هي بقى عارف يعني اللي بيخص دكتور بيشوف نتيجة وفي نفس الوقت صحي مش حاسس ان هو بهزلان والموضوع صحي ما شاء الله لو الشام مش عايزة افضل اقول كتير عشان بخاف يعني بخاف الشيطان يحسد بقى من قدر ما اعمل اقول حاجات حلوة والشكل بيصغر اه طبعا هنجيب الصورة تانية معنا اه يعني دي حاجة بحباء او يعني لا ومش الشكل صغر بس يعني اتحد تاني خارج اه يعني اه يعني شبس غنطوطة من مدام كبيرة لا يعني ما شاء الله عودة الى الحياة طبعا عايزين نتكلم في حاجة مهمة او يا دكتور انا عارفة ان انت بتختار الاستشاريين والاخصائيين اللي عندك حقيقة دي حقيقة اه اهو بقى ايه اللي تقولت طب الله انا خلاص يعني انا ماشي مع دكتور هناك دكتور ألاء ربنا يحفظ الله انسان ايه يعني دكتور ماجد مش موجود او مسافر او اي حاجة هم مرضات دكتور ماجد انا مش بتكلم معشان دكتور ماجد قاعد لا لا انا ما بحبش اجامل انا اقول الحق لا ما باين على شخصيت حضرتك انا ما بحبش اجامل بس صراحة ناس في منتهى الادب والزوء والاخلاق والضمير والضمير ايه اكتر حاجة عجبتك في مراكز دكتور ماجد ونظامه الغذائي وطريقته يعني احكيلي كده اسلوبهم شجعي الناس اللي بتشاهدنا واعدة في بيتها باوزان كبيرة وعايزة يعني حياة جديدة زي الحق بأمانة انا بدخل المركز بتعامل يعني بحسن ان انا انا في مكان يعني بيتي بتاعي اه بأمانة يعني بتعامل معاك الدكتورة كأنها بنتي وبتتكلم معنا يعني عايزة اللي سطاف زي الفل طب روحتي لدكتور ماجد ازاي يعني ازاي انا اقول لحضرتك او يعني وخدت الساكم مين اللي هو اكيد اصليل انت جربت انا اقول لحضرتك احنا مرة كنا من زمان انا وبينتي روحنا له في مركز كده في مدينة ناصر و وقلت ان شاء الله بروح تاني ومش عارف ايه وقعد فانا لما قعدت كده تقيت نفسي مالية زيادة قلت لأ فانا بالصدفة كده بفتح اتلقيت البرنامج بتاع دكتور ماجد البرنامج امتا فتحتي امتا بتعملي برضو لأ من زمان حضرتك برضو انا اه يبقى السنة اه من سيزون لفين من زمان اه بس انا مش هتذكرها صراحة امتا بالظر ولما شفت الكاميرا بتيجي على على الصور قبل وبعد الحالات انا هتحاول ما اطلعها قلت نهو قلت نهو جيت بقى مرة روحت الفرح لاني قلت لابسة فيه في السنة حسيت بنفسه وانا بص في المراكب قلت لأ مش عايز اشوف السورة دي تاني وفعلا من ساعتها قلت لازم اروح اعمل داي اروح عن دكتور ماجد خدت انا وبنتي روحنا وشجعنا بعضينا يعني خسيت عن دكتور ماجد انت وبنت حضرتك ايضا كده انتو بقيتو اتنين اخوات لا لا حالات كتير قاوية دكتور ماجد الحمد لله هنشوف صور دلوقتي معنا لان الناس بصراحة زي ماما دام ويدا قالت ان هي بتحب شافت يعني اللي شجعها كمان الشاشة بتقولك جاتها على صوره قبل وبعد هي شافت نفسها معنا حالات عايزاك تعلقلينا كده بسرعة واحنا بنختم الفقرة بس ده لسه ماكملش لسه بيكمل اه اه ده نازل حدوة اه مئة وخمسة يعني ده مئة وخمسين بقى مئة وعشرة الله عالجمال بقى والنحة البطن لأ يعني دي جلسات سنة الموضعية يعني جاي بالحالة دية لمنطقة البطن واسمودة والأرداف سنة الموضعية في الجلسات اللي جايز بس المدام هو ده ما عاملتهاش برضو دي سنة الموضعية محطش يقر يعمل حاجة هو مش حاجة ماشين عليها هي مش رول لا ده برضو سنة الموضعية هي الفكرة كلها موضع إرادة هي اللي جايز عايزة أقوله إن في حاجة ما أمل وفي حاجة حقيقة يعني إن أحاول الشيء اللي انت شافيه مستحيل أو صعب أو مش هيحصل هيحصل بالتوفيم عن ربنا كل ما لنا بقولها وهي أدوات نكحة دايماً سمعتك دكتور سبقك بالنجاح والتميز دايماً يكون معاك يعني شخصيات محترمة زي مدام واحدة والله أنا عانيه كلهم محترمة الحمد لله عانيه كلهم محترمة بص يعني بمبسة لما لما مثلاً شخصيات تيجي مع حضرتك أنا عايزة أطلع يعني بتوبيوافقوا يعني شخصية محترمة زي حضرتها لا الناس أتاصق فيها عندها قريبها جيران هم عارفين من الشخصية دي عارفين هي مش طالعة طبعاً ناس زي حاجات تانية بدوها يعني لا الموضوع مختلف تماماً عشان كده أنا بقول شخصيات محترمة ألاف الحالات يعني دي اللي بتجي المصدقية وأنا دايماً أقولي الحالة بألف كله يعني أنا لو عادت أتكلم على مصدقية اللي أنا بقوله غير ما أجيب المدام هو عيدة نازلتها تكيله ما شخصيات شهور إحنا في النهاية بنشكركم نتمنى ربنا يزود من الشخصيات الجميلة دي عشان تساعد كل اللي قاعد قدام الشاشة وعايز يخص بنشكركم بنشكر وحودك معنا بنشكر دكتور ماجل زيتون استشاري السمنة وتخزيها العلاجية وأنا كمان بشكركم خليكم معنا فاصل وركعلكم تاني بسرعة أهلا بيكم من جديد مع أنا والطبيب وعالم تجميل وأي شيء يخص الأسنان ما بقاش الموضوع بس في السنان بعد ما حصل الطفرة كده عن التجميل والفينيرز والقصص دي لأ بقى عندنا دكتورة شطرة قوي بتهتم تعالج الأسنان العلاج مش بس حشو بقى التقليدي أو مثلا تركيب الفك الكامل لأ في بقى زراعة زراعة أسنان في تركيبات ثابتة في حاجات ما كاناش تصلح زمان أو في مشاكل تخص الناس اللي عندها السكر عندها مشاكل فلتة ما كانش يصلح انها حتى ينفع تزرع الأسنان فالناس دي كانت بتبقى قاعدة هي القصة بس يا جماعة مش كمان في المدخ اللي انت بتمضغ أو اللي انت بتاكل لا هو واحدة واحدة لو ما فيش درس ماسك اللاثة فالفك بتبتدي يقع شكلك بيبتدي والشك بتدى يتعوج هللاقي حاجات كتير قوي بتترتب على على موضوع ان دروسك أو أسنانك مش موجودة مش بس الشكل التجميلي لا حتى نطقك في الكلام الكلام والألفاظ مش بتطلع صحيحة لان خلاص الفك اتعوج لان ما فيش دروس وأسنان ماسكة ايه رأيكم النهاردة يعني انا بتكلم مع دكتور محقق نجاح كبير جدا فعالة من طب الأسنان ومشاكل الأسنان وأجمل حاجة بقى عنده ان هو عنده المعمل بتاعه معاه يعني ما بقاش في بقى زي زمان قعد يعني اسبوعين ثلاثة ثلاث شهور ولا اسبوعين وثلاثة عشان خاطر أعمل مثلا أسناني أو أعمل دروسي لا يعني ما فيش الموضوع كام يوم انت بتبقى مخلص كل حاجة الناس بتجيله من برا مصر ودي حاجة أنا مبسوطة بيها جدا هو متميز بزراعة الأسنان وأن المعمل خاص بكل التكنولوجي المبهرة إيه رأيكم النهاردة يعني نقوله انت شرفتنا ونورتنا برنامج أنا والطبيب دكتور أحمد عبد الرحيم استشاري طب وجراحة الفم والأسنان وبالرحب طبعا بأستاذ أحمد قد بفني الأسنان أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا ميجا أخيرا فضت لنا بقى وجيت أنا والطبيب أهلا شفت إزاي بصراحة لايكم فعونك يا ربنا يخليك أنا عايزة أتكلم معاك في الناس اللي كانت مشاكلها أنها مش عارفة تزرع أسنان أه تمام لو احنا تكلمنا الأول بس عن زي ما حيك قلت في المقدمة كده أن الناس بتخلع دروسها وهي متخيلة أن الخلع ده هو مجرد مضغي بس لا إحنا لما بنسيب مكان الخلع الدرس المقابل للدرس المخلوع بيطول فيحصل تغير في القفلة نفسها بيحصل تغير في العضلات عضلات الوش إحنا عندنا طبعا الوش ده عضلات التعبير ان إحنا بندحك بنزعل فكل ده من شايل عضلات الفكة أو عضلات الوش كلها الأسنان فمع الوقت بيحصل تغير في شكل الأسنان في شكل الواجه نفسه إحنا يعني عندنا كان زباانا عندنا مشكلة أنه مفيش غير إما تركيب سابط لبعض الناس أو متحرك بس لكن دلوقتي عندنا حلول لأي حاجة إحنا بيسمونا أو بيسمو كلية طب الأسنان فاكلة وفاورة أنساينس كلية العلم والفن فإحنا عندنا حلول لأي مشكلة فزمان كان مريض السكر ما ينفعش معاه غير أنه يركب تركيبة متحركة وده مش كل الناس بتحبه وما بيرتحش فيها بتوجعه بتقلمه ويبتدي يقلع التركيبة يشتكي أن الدكتور عملها غلط ولكن الدكتور شاطر دائماً بنقول للناس زمان كنا بنقول للناس اللي بيركبوا تركيبات متحركة أنك لازم زي اللي بيلبس نظار أو ما بيلبسها بيحس أن الأرض كلها مطبطة لكن مع الوقت بيتعود عليها وما يدارش يستغنى عنها طب الأسنان كان كده برضو لازم نتحمله شوية لغاية ما يعمل مكان ونحل كل المشاكل بتاعته وبعد كده هو بيتعود عليه وما يدارش يستغنى عنه زمان زي موقفت الحضرتك كان الحل الوحيد هو أن احنا نركب تركيبات متحركة لكن خاصة لمريض السكر لكن دلوقتي حديثاً الناس اللي هو سكر يعني كنترول ديوبيتك الناس اللي هما مزبطون سكرهم ممكن نزرع لهم عادي جداً الزرع ده في أقل من عشر دقيق بنزرع زرع ونسيبها من ثلاثة إلى أربع شهور بعد كده بنركب عليها في تركيبات حديثة جداً يعني أستاذ أحمد هيكلم عنها كمال أستاذ أحمد تتكلم معي في نقطة حلوة قوي قطي لي في حاجات جديدة طلعت للناس اللي عندها سواء حساسية في الفلاثة أو كانت مشاكل السكر قطي لي بقى فيه كلام جديد بقى فإحنا عايزين الجديد من داجتال اسمائل صح كده؟ مراكز داجتال اسمائل مضبوط هو فيه ماتيريال حديثاً دخل الطب الأسنان اسمها بولي إيسر إيسر كيتون الاسم القلم بتاعها يعني المفروض إن إيه الأميز في الماتيريال ديها تعان قبل كده إن هي أخف بكتير قوي بنسبة 60% عن التركيبات اللي هي الزركونيا أو البرسلين بتاع زمان فالوزن الخفيف ده ده نميزة جمدة جداً إنه التحميل على الفك أو على العظم نفسه وخاصة إنه هو قريدي عنده سكر وعنده مشاكل صحية بيساعدنا إنه إحنا نركب أسنان من غير ما نحمل على العظم بتاع الفك كتير وخاصة إنه إحنا نعمل إمبلانت أو زراعة دي أول نقطة النقطة التانية فيه ميزة كمان في الماتيريال دي إنه هي فيها الستستي فيها ارتداد يعني بتاخد وتدي مططية يعني؟ لا مش مططية هي بتاخد وتدي جزء من الميلي أو جزء من المايكرون بيخليها ما تكسرش وخاصة لو إحنا هنكررنها بالماتيريال اللي هي حلة مكانها زي الزركونيا أو البرسلين إنه هي بتاخد وتدي ما تقطمش والأخدان والعطان ده بيخليها ما تحملش على الفك وبالتالي اللايف طايم أو العمر اللي اختراضي بتاع الزرعة يبقى أطول فرقت كتير بقى يا دكتور؟ يعني فرقت إن الناس كتير كانت ما كانش يطلح ليها والنسب النجاح دلوقتي في التركيبات بالمواد الجديدة دي نكحت؟ نكحة 100% إحنا كمان يعني زي ما أستاذ أحمد قال الحاجات برضو اللي هي تعتبر مش قديمة قوي زي الزركونيا أو زي الزيركوماكس بنطلع منها شغلة كويس جدا تحت إشراف أستاذ أحمد أنا عايزة أقولك إن إحنا عندنا في ديجة الاسمايل في ميزة بقى مش موجودة في أي مكان زي ما حيك قلت برضو في الإنترو آه أنت ديجة الاسمايل مكسر الدولية في فترة دي خصوصا إن الأسعار عندكم حلوة لأن المعمل بتاعكم والمعمل بتاعكم يعني إحنا ممكن نعمل هوليود اسمايل ممكن نعمل اللي هي بتسامة هوليود ممكن نعمل تركيبات في خلال 24 ساعة زي ما حيك قلت في المقدمة زميا إحنا كنا بناخد مقاسات وبعدين نستنى المندوب ياخدها وبعدين يوديها المعمل والمعمل بايد وبعد كده نرجعها نزبطها فترة فترة تانية لكن المعمل معملنا بقى المعمل معمل موجود في نفس المركز فدي ميزة جميلة جدا إن أي حد عنده مشكلة تاع في حيك إنه خاصة البنات والسيدات لو حد لا قدر الله فقط سنته خاصة سنة أمامية يعني أدي إيهي أسرعي نفسه الكلام المهم اللي أنت بتقوله فيه فرق شاسع يعني أحكي لي يا دكتور مثلا إيه اللي تم في الصورة دي يعني صورة زي دي مثلا إحنا عندنا فيه سبيس أو فرق كبير جدا ما بين القاطعين الأساسيين اللي هم في النص دول وفيه دروس واقع وفيه دروس واقع فإحنا عملنا بريدج تحت طبعا الشرف أستاذ أحمد إحنا بنقعد أنا وهو نعمل الدزاين هو طبعا ما شاء الله عليه أنا مسميه صاحب الأنامل الزهبين هو كلامه ضقيق قوي وإسنانه حلو على فكرة هو إسنانه جميلة فشاكله بقى إيه يعرفين أنت إحنا جايلنا بقى إيه اللي هو جواب بيبن من عنوانه أنا بقى فاني المعمل ولا اللي بجاهل كلها حالي جاهل أحمد كمان واخد كورسات كثيرة جدا من سويسرا ومن ألمانيا فهو يعني كل الخيمات الجديدة هو ما شاء الله عليها بيجيبها وبيعرف يتعامل معها كويس الصورة زي دي مثلا كده شفت حضرتك ده نعم دي اتفضل أستاذ أحمد أنا أعتقد أن الحالة ديت ما كناش محتاجين نعمل كل أسنان البشانت لأنه أوقات كتير الموضوع بيبقى صعب إن إحنا نماتش ما بين الأسنان اللي موجودة وما بين إن إحنا نعمل سنتين بس يعني ده كان عنده مشكلة ده مهندس عنده مشكلة في السنتين اللي هم الأماميتين بس أي دكتور ممكن يستسهل إن هو يعمل له أسنانه كلها علشان يوصل لأن هو يعمل له ماتشي بالزبط بالزبط إحنا عملنا السنتين بس اللي هم اللي قدام وطلعوا زي محرك شايفة في الصورة اللي فوق بالزبط يعني شوفي حقيقة الخيمات الجديدة اللي أستاذ أحمد بيتكلم عليها كل الماتيريا الجديدة دي بتدينا نتائج هيلة بالشكل ده وبعدين كمان إحنا هنا بقى السنتين اللي على الجامع عملنا سنتين بس اللي هالله صح من غير ما نتقر نعمل لأنه الماتيريا اللي إحنا مقدرناش نصغها صح ما نقدرش نطلع ماتشينج في الألوان صعب إن إحنا نعمل سنة نفس لون السنة اللي جنبيها الطبيعية هي دي الصعوبة فممكن نعمل كل الأسنان عشان نستسهل أو عشان نقول اللي بيش أنت هو مفيش حل تاني ففي حل تاني إن إحنا نعمل سنة واحدة نعالج بها البتسامة كلها يعني وبص هو اللي لا كمان مش مش موضوع شكل بس وأن انتو بتعملوا الشكل حلو ولاي لا موضوع موضوع برضو تكلفة يعني في ناس يا جماعة بتروحوا لا إحنا لازم نعمل السف كل عشان يلي لا لو في دكاترة وفي ناس فني معمل والدكتور بيقول حدا هيك درست في خط كورسات من سويسرا ومن كل مكان فطبعا يعني في توفير كبير جدا وإحنا عدينا الأسعار كمان زي ما هيك قلتي إحنا أسعارها كمان أسعارها أقل بكتير جدا من الناس اللي حوالين أحلى ماتيريال بالزبط إحنا بنقدم أحسن جودة أحسن جودة بنقدم ماتيريال متقدمة جدا على مستوى العالم مش في المصر بس إحنا بنطلع شكل جميل جدا يعني سواء الناس اللي بتعمل ابتسامة اليود الناس اللي فقدت أسنانها وبتركب الناس اللي بتزرع كل ده إحنا بنطلعه بشكل جميل جدا وهيل والأهم من ده بقى إن إحنا عمدنا في ديجيزال سمايل زي ما بقول لحضرتك إن كل ده بيتم خلال 24 ساعة فإحنا بنوفر وقت طول جدا كل حاجة الماتيريال موجودة والله عايزة أصلح حاجة أزبط حاجة أي إن كان طبعا الدكتور مهما إن كان شاطر بيبقى فيه ساعات لازم تصبيت يعني الفينش ده التصبيت فيه حاجة مهمة هو فيه تعاون يعني يجي ما بين دكتور الأسنان والفني أنا من وجهة نظري إن الفني أهم من الدكتور اللي بيكملوا بعد صدقني صدقني أنا باعد أنا تواضع منه هو دكتور جميل معروف يعني ربنا يخليك أنا باعد أنا ومستر أحمد بنعمل ديزاين هو بممكن بعمل وجهة نظر أنا عندي وجهة نظر فإحنا الاثنين وجهات النظر بتطلاقة في الآخر لمصلحة مين؟ المريض عشان نطلع أحسن حاجة أحسن حاجة ترضينا إحنا الأول لو إحنا بقنا ساتسفيد بيها أكيد هي ترضي برضو المريض بتاعنا وبيمشي مبسوط ودي أهم حاجة يعني أهم من الفلوس هو راحة المريض إنه ماشي مرتاح خاصة مع البنات والسيدات لأنه زي أنا قلت لحضرتك وهكرر تاني إنه فقد الأسنان الأمامية في البنت أو الست بيؤثر عليها نفسيا بطريقة بشعة جدا هو أي حد صدقني يعني راجل سيدة والكلام بيتغير كل حاجة يعني إحنا لو جبنا صورة كده وعملنا بقلم في المصدر كده لو أنا سويت السنة دي مثلا طبعا وجيت أتحك معاك دلوقتي اللي هو مهما كان الإنسان جميل لا أسياه ربنا يعني كل حاجة عمله لنا على أجمل وجه خلينا متفقين فلما نفقد حاجة من الأساس اللي خلقوا ربنا فينا فأكيد هيبقى فيه حاجة غلط بالضبط وده ما يخليش كمان الشخص عنده سيلف كونفيدنس أو ثقة بنفسه زي ما حيك قلتي مهما تكون البنت جميلة مهما يكون الولد جميل لكن لو فيه حاجة غيرت حاجة بسيطة جدا في شكل أسنان وتحديدا الدنيا بيصد بسيطة طبعا أنا بقى أتكلم في حاجة مهمة جدا معاك وأنتو برضو في داشتة الاسمايل مراكز داشتة الاسمايل مركزين فيها جدا سواء مريض السكر أو الناس الكبيرة في السن أو فيه ناس صغيرة بتبقى حساسة قوي موضوع القلم ده يعني أنا ممكن زي زمان كده بنشوف في التلفزيون أن الدكتور الأسنان والحقنة قد كده وإنتو بقى مشهورين أن أنتو بتفرجوا الناس على أي حاجة والناس بتبقى قاعدة مبسوطة الناس ما بتحسش بأي حاجة أنت بتستخدم بنج معين يا دكتور؟ أه بالضبط إحنا عندنا في الطب تعلبنا حاجة اسمها أوديوانالجيزية أو التقدير عن طريق السمع زي ما حقيقة قلت كده أو عن طريق أن أنا أشغل انتباه وممكن يتفرج على صورة إحنا عندنا برضو في داشتة الاسمايل عاملين فيه شاشة كبيرة جدا العيان بنشغالوا عليها حاجة وبحبها سواء كان ميوزك عربي أو أبنالي خلاص مش حاسس بحاجة يعني بعد كده وديكت مشكلة الناس اللي قايزة تعمل دروس بالضبط وبنستخدم ما بقاش دكتور السنان بيخوف زي زمان إحنا كمان بقينا نستخدم أو من زمان كمان بنستخدم حاجة ستوبكا الأنسيزي جاي اللي كده بتعمل فراولة بتعمل موزي عاد نسأل المريض أنت بتحب بيه أكتر كمان ده إبال بندلعوا على الآخر يعني وبعد كده بناخد البنج بطريقة جميلة وكويسة العيان بيبقى مرسود جدا يعني في ديجية الإسمائل أنت حقيقي رايحة مكان كأنك رايحة تستمتع فيه مش رايحة تتقلمي فيه أنا عندي شوية حاجات هنخلص واطلع معيكم شكلين طيب نرجع له أستاذ أحمد قولي بقى إحنا بنرسم الأسنان سواء بعضك الزراعة أو أي حاجة على حسب شكل المريض ولا على حسب الفك وهو أصلا كانت كده نا على حسب شكل المريض لأن احنا بيبقى عندنا ليبرير كتير أشكال مختلفة كتير من الأسنان أه كلمنا عربي أه ناسا تضربني فيه أشكال كتير مختلفة بيبقى فيه منها اللي هو سكوير فيه منها دايما بناخد بالنا شكل وش البيش أنت عاملت زي كأن احنا بنرسم وشه على ورقة وبنشوف شكله ده سيركل سكوير واخد أي شكل بناء عليه بنختاره للمكتبة اللي موجود عندنا بنفس الدزاين ده مفروض أن هي السنة الأمامية دي تبقى نفس شكل وش المريض وهي مقلوبة فبنختار الدزاين يليق على وشه لأنه ده اللي بيخليها تنجح ممكن يبقى أسنان جميلة بس مش لايق على حد وشه مش لايق على وش رفيع شوية أو حد وشه مدور أو حد وشه مليان ما تلاقش عليه فالدزاين بتاع الأسنان أو شكل الأسنان بيبقى مهم جدا أنه يبقى لايق عليه ده أهم من أي حاجة حلو جدا لو رجعنا لدكتور أحمد عايز أقول لك بقى حاجة حلوة أنتو مشهورين برضو بيها منقصنا بقى عاملة سرش عليكم وكل حاجة يعني قبل ما تيجوا بتعملوا كمان شكل الأسنان أو الدروس ناترول مش اللي هي عارف أنت أول ما حد يفتح بقه حس أنه مركبة وعمل حاجة أسنان والموضوع ده كان زمان بقى والأبي هتنسيات عن اللزوم قوي طبعا بيبقى فيه درجاته والفايشن بيختار بس أنت طبعا بتساعده أن الحاجة تكون طبيعية لأنها تبقى جميلة أحسن كلمي عن النقطة دي بص يا ميري أنا بقعد أنا ومستر أحمد والمريض كويس وإحنا التلاتة بنشوف إيه أنسب حاجة إحنا بنقوله اللون ده هيبقى لايه عليك أكتر مستر أحمد بقوله إحنا ممكن نفتح ممكن نغمأ المريض نفسه بيشترك معانك بس أحيانا أحيانا المريض بيبقى عايز حاجة أنا ما كونش راضي عنها يعني عايز حاجات تبني أنها فيك أنا برضو كدكتور أسنان وأنا استشاري كبير وليه أكتر من 25 سنة في المجال ده فأنا يهمني جدا أن العين يخرج من عندي أنا أبقى ساتفيت بيه غيره هو كمان يعني إحنا اللي اتنين فأنا يعني لو فيه عينين بيطلبوا أنه يعملوا مثلا زي ما حقيقي قلت كده اللون يبقى أبيض قوي يعني فيك فيك أي حد حتى لوه مش متخصص سيبقى أنه مركب حاجة وهيخليه أول حاجة تلفت انتباه أسنانه فيركز عليها ويشوف العيوب بقى بقه كمان يعني فيه مشكلة في الفم هتبين فإحنا أنا كدكتور أسنان وأحمد كفني إحنا اللي اتنين فيه تعاون بين ده علشان نطلع حاجة في الآخر شكلها حل وقوي تبني أنها النقشرة الأول زي ما أنت قلت يا ميري في الأول كده وفي الآخر إحنا كمان بنقنع العيان العيان في الآخر بعد ما بيخلص أهم حاجة عنده أنه ماشي كأنه ما عملتش حاجة في أسنان وأسنانه جميلة جدا شكلها حلوة قوي تبني أنها طبيعية جدا 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 من غير ألم إحنا برضو زي ما قلت لك ما قلت لك في ديجيتال اسمايل إحنا متميزين بكل ده الشكل الطبيعي التعاون بيني وبين مستر أحمد التعاون بيني وبين العيان إحنا بنسمع كويس جدا يعني إحنا تعلمنا زمان وما زلنا بنتعلم لازم نسمع العيان كويس جدا لكن أنا ما بوافقش على كل حاجة ولا مستر أحمد بوافق على كل حاجة الحقيقة العيان ممكن يطلبه لأنها في الآخر ممكن ما تكونش في مصلحته أو ما تطلعش النتيجة اللي احنا عايزينها في سؤال مهم جدا هسأله لكم بس خلينا نخرج لفاصل ونطلع تاني بسرعة نرجع تاني بسرعة أنا أسفة لأن في أسئلة مهمة جدا لازم كل اللي قاعدين بيشاهدونا يعرفوا إيه جباتها خليكم معنا فاصل ورجع لكم تاني ورجعنا لكم من جديد مع الفقرة الهيلة وأسادزة في تركيبات الأسنان وتجميل الأسنان نرجع مرة تانية راحها بدكتور أحمد ونقول لك بقى السؤال اللي ايه لقبل ما نخرج الفاصل اللي كان على بالي لأن ده حاسا هيبقى في ذهن أي حد بيشاهدنا دلوقتي في تركيبات دكتور وفي ناس بتيجي تعمل تركيبات بعد شوية وهو كويس وتمام وزي الفول شوية كده التركيبات تعملوا حساسية في الأسن فيرجع للدكتور لأ أنت ركبتلي حاجة مش كويس احكينا ليه بيحصل كده وإيه الجديد اللي بقى يمنع كده معكم أنتم مميزين بدا فعلا والله إحنا بصي إحنا في دجزة برضو بنتعب جدا مع الناس لأن الناس لسه ما زال عندها أنه أحسن حاجة في الدنيا هو البرسلان أحسن حاجة في الدنيا ثقافة أديمة ثقافة أديمة هو كان أحسن حاجة زمان يعني من 20-30 سنة كان لكن دلوقتي ما بقاش هو الأحسن البورسلين فيه متل فيه معدن فالمعدن ده بيعمل التهابات في اللاسة حال كويس إحنا ظهر الحاجات الجديدة عشان تقولتيه طبعا في اللاسة اللاسة الحساسة قوي دي يفضل يركب زركون يركب إي ماكس يركب زركون دي الحاجات الأكتر هيتعامل اللاسة بتتعرف عليها بسرعة وتتعامل معها كأنها حاجة طبيعية حاجة موجودة في بق العيين طب بتفرأ إيه أستاذ أحمد بما أن حضرتك فاني تركيبات بتفرق إيه لزركن مع الناس اللي لساتة حساسة هو المفهود التكنيك بتاع التركيبة نفسه يبقى الأسنان المفهودة تبقى مش ضغطة على الليسة جامد عندنا ثقافة في الشغل بتاعنا في فكرة إن إحنا نضغط على الليسة جامد علشان ما تسربش هي الليسة أصلاً ديناميك بتتحرك فبيعدي من تحتها أي حاجة بيبقى صعبة تنظيفها فالمفهود أصلاً اللي هي تتعمل حاجة اسمها هيجينيك يعني هيجينيك يعني تكون مفتوحة بالقدر الكافي إن هي تبقى سهلة في التنظيف طيب هايل جداً الكلام ده بس صورة لفتت انتباهي قبل ما يعني الصورة دي الصورة دي المريض سعودي جاء عمدنا في ديجيتال اسمايل إحنا عملنا شغل في قديم يا أحمد في 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة من دل دا آآ آآ يعني بصت شايفة الشكل مختلف في زي يعني أنا أسنان مكسارة مسويتها خيطة مهامسك للأسف بس خيطة مهامسك طبعا عايزة أقول لحضرتك ده ده زيركو ماكس ده أحدث حاجة ده أحدث حاجة موجودة في الماركت دلواتس انتو نورتونا ربنا يا خليل يا فقرات معاكم مش هتخلص ولازم الحاجات الحلوة دي تكون معنا دايما أكيد ودايما دجيتال اسمايل مكسر الدنيا بحضراتكم بنشكر دكتور أحمد عبد الرحيم مستشاري تبقوا جراحة الفم والأسنان وبنشكر طبعا أستاذ أحمد قط بفني الأسنان انتو نورتونا أتمنى طبعا تكون الفقرة يعني ناس كتير قوي من اللي بيشاهدونا يستفادوا بيها وخليكم معنا فاصل لرجعلكم مرة تانية أهلا بيكم الجديد مع أنا والطبي المناع محيارة ناس كتير قوي الفترة دي يعني ممكن نكون أسرة مع بعض في البيت شخص يجيله دور باردة أو سخونة أو متحور كورونا ويعادي عليه الموضوع بسيط وبعدين مثلا أختك أخوك مامتك باباك يتعادي منك فالموضوع يكون كبير قوي عنده فنقول الله هو إيه اللي بيحصل ده يا جماعة معه أنا كنت تعبين بس مش قوي كده لا عايزين نركز بقى في النقطة دي مش معنى أن حد جاله بارد سواء صاحبك أو زميلك أو معاك في الشغل أو قريبك والموضوع بسيط فأنت تستهون به فأنت تتعامل معاه كده بصورة ارتجائية وعادية فاللهو عادي والبرد عنده بسيط مش معنى كده أنه هو هيجيلك أنت كمان بسيط لا هو مش هيجيلك بسيط لو أنت منعتك ضعيفة مش هنفضل نلف وندور بقى ونروح نعمل تحليل ومش عارف إيه طب ما أنا أختصر ده كله وخلي بالي من منعتي سواء ضعيفة أو سواء هي وسط أو قوية طب ما أنا أديها المناسب لها كل يوم أديها الفيتامينز اللي جسمي محتاجه يوميا لأنه طبعا أنا مش باكل أكل صحي وحتى لو كانت يوم أكل صحي أنا يعني مش قاعد بقى في مركز متكامل بيأكلني وبيحسب وبالجرامات وقصص دي لا أنا محتاج أن أنا كل يوم أخذ جزء معايد من فيتامينز هو بيعمل لي كافرينج حلو قوي على منعتي ده اللي هنعرفه النهاردة من الخبرة الكبيرة الموجود معنا النهاردة وأستاذنا إزاي ما احنا بنقول ومشرفنا لأن حضرتك بجد سايب بصمة حلو قوي مع الناس في موضوع المناعة ده خلينا نرحب دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الصدرية والبطنية مصطشار الطبي لشركة AMD أهلا بيك دكتور أهلا بارك تقول إيه للناس اللي هي يعني بتستهون بقصة أصلي لو ده عنده برد خفيف وشوية الفلوانزة فمعنى كده أن أنا هيجيلي نفس الطريقة يعني نفس طريقة البرد بتاعته لو أنا تعديت منه فهتعدي تقول إيه بقى للناس اللي هي فاكرة كده والموضوع مش كده تماما طيب هو ممكن في ناس كهير جدا ما تعرفش كلمة المناعة دي معناها إيه فإحنا لو حبنا نبسطها قوي هنقول هو المناعة دي جهاز موجود في جسمنا زي أي جهاز متخصص في إيه في الدفاع عن الجسم ضد إيه ضد حاجات أجنبية يعني إيه حاجات أجنبية يعني حاجات لا تنتمي للجسم سواء كان الحاجات دي فيروسات بكتيريا طفاليات سواء خلايا سرطانية أو سواء لو لابنا نتكلم بقى نقول إيه خلايا غريبة عن الجسم بمعنى صحة طيب الدفاع عنها متطلب لإيه يعني أنا دلوقتي عشان أقدر دافع عن حاجة دي لازم أميز إن الحاجة دي ذاتية أو غير ذاتية ذاتية يعني تنتمي للجسم يبقى أنا كده مش ههاجمها طب غير ذاتية؟ لا طبعا دي غريبة عن الجسم ولازم أهاجمها طيب عشان أهاجمها يبقى لازم أتأكد إن الحاجات المسؤولة عن مهاجمتها هي مهاجمة المناعة بتتم إزاي بتتم عندنا في 3-4 خطوات أول خطوة بيتم عندنا اللي هي رقم 1 لما ببدأ أتناول حاجة زي يعني عايزة أبساطها للناس بطريقة أبساط أني أنا جلد الجلد ده حاجة مادية كلنا حسنها بأدينا طيب قوة الجلد عندي ما فيش أي جروح ما فيش أي حاجة فبالتالي ما فيش سهل لاختراق الجلد طيب حاجة زي الأخشية المخاطية الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي كل دي أخشية مخاطية قرانية العين كل الحاجات دي مسؤول عنها فيتامين معين عن تقويتها دي نقطة حاجة أخلي الناس بس معايا كده تحطها على جنب إحنا ذكرناها النقطة الثانية اللي أنا حابب أذكرها مع بعض اللي هي إزاي أنا دلوقتي خلاص جالي فيروس هيبدأ الجسم يتصرف إزاي رقم واحد عبدأ أتأكد إن الجهاز المناعة عندي قوي ولا بتعرف على الفيروس أو البكتيريا ده إن دي حاجة غريبة عن الجسم رقم اثنين تعبئة بابدأ أعبي أو بمعنى صحة أبدأ أجهز قوتي الجيوش بتاعته عشان تبدأ تهاجم تاني حاجة المهاجمة نفسها دي خطوة ثالثة رابع حاجة وده الأهم السيطرة على الهجوم يعني أنا ممكن أروح أوصل لمكان أعمل مشكلة كبيرة وتخرج عن السيطرة ويبدأ أشياء أدار أتحجم فيها دي لها فيتامين معين هنتكلم عليه مهم جدا للسيطرة عليه لأن لو خرجت الأمور عن السيطرة يبقى الجسم خرج صح عن سيطرته اللي هي حالة الهياج اللي بنسميها اللي بتبقى داخل الجسم فيها نتيجة مضاعفات الحادة اللي بنشوفها أوكي طيب يبقى لازم أتعرف على المواد اللي بتقدر تسيطر على جهاز المناعة عندي أو بتقدر تقويه وبأتكلم على المناعة الطبيعية وليس المناعة المكتسبة المكتسبة اللي هي الخارجية بخدها في المضاد الحيوي البغدو الكلام ده كل لأ أنا عايز مناعة الطبيعية عايز الموضوع لو المضاد الحيوي أصلا أنا باخده وأنا ضعيف أو منعتي أنا برضو حتى لو خدت مضادات حيوية وأنا منعتي أوليه لقوي مش هيعمل حياتك أكيد طبعا برضو الناس لازم تركز في النقطة دي مهما تاخد علاج ومضادات وقصص دي وأنت منعتك ضعيفة طب ما هو إيه اللي هيساعد المضاد الحيوي حتصعب المشكلة المشهل النفسية المهمة على الطبيب نفسه ما كانتش ناس كتير قوي راحت يعني بعض شهر اللي قدر الله جاءنا مضاعفات حدا فعلا ووصلت لحاجات إحنا يا رب اللي بقى موعد عنا تماما طيب يبقى إذا لازم أتعرف عن الحاجات اللي هتمسلي اللي اتفقنا عليها قبل كده طيب أنا عندي فيه أوميجا سري فيتامين دال وفيتامين ألف حالي التلت حاجات دولة صدقيني إحنا كأطباء ما كناش عارفين أهميتهم قد منه ظهرت أهميتهم جدا مع ظهور موضوع الكورونا أوكي بل إحنا دلوقتي بقينا حتى لو دور برد ومتأكدين أنه دور برد لابد أن إحنا بنسأل عن المناعة الطبيعية أخبارها إيه هل أنت بتاخد مكملات غذائية فيها أوميجا سري وفيتامين دال وفيتامين ألف يمكن الكولوسيز جاوب على المقطة دي جاوب لأنه هو زيت كبد حوت ويحتوي على الثلاث مكونات اللي بتفقنا عليهم الأوميجا سري وفيتامين دال وفيتامين ألف طيب يا دكتور فايدت الحاجات إيه بالنسبة المقدمة اللي أنت قلتها ولذكرت فيها تعالى بقى ناخد كل فيتامينز بالحاجة اللي إحنا حطناها على جمع على جمع يعني اللي بيقوم مين نتكلم عن الفيتامين ألف أوكي طيب إحنا اتفقنا إن إحنا قلنا فيها مصادات طبيعية ومهمة جدا بالجلب الأخشاء المخاطية للأنف والفم والقارنية بتاعت العين الغشاء المخاطي بتاعت العين نفسه كل الكلام ده مهم جدا طيب فيتامين ألف بيعمل إيه هو بيساعد على تأفيل المسام بتاعت الأخشية المخاطية دي فبالتالي لما يجي الفيروس ما هو الفيروس بيجي عن طريق إيه حضرتك كفى الأشهر مصابة بالفيروس وأنا غير مصاب بنتكلم مع بعض مسافة أقل من مسافة الاحترازية اللي بينك محضرتك مش لابسك ماما ما فيش أي وسائل أخدها احترازية أنا مش لابس مصر إحنا بنلمسك ماما غرف غرف الآخر اللي هو إيه مزموط قبل قبل لقدر اللي الموت أنا سامعني فيه وجهة قرفت لأ أنا حابد ألبسك هي الموضوع لأ أنا مش سامع لأنا لما شوف المستشفيات تقفلت ويعني ما فيش خلاص آه يعني هو مبدأ عندنا غريب فدي نقطة مهمة جدا جدا تخليني أقول الكولوسيس في النقطة دي بجميع محتوياته الأوميجا سري وفيتامين دال وفيتامين ألف اللي أنا كنت قبل الكولوسيس بحطهم في البرتوكول بتاعي وكنت بضطر خلي المريض أو مش المريض المشاهد هنقول يضطر ياخد بدل ما بياخد كابسولتين أو تارت كابسولات في اليوم لا بقول له هتاخد تمن تسعة كابسولات في اليوم يا طبعا يعني عايز أقول كمية أنا نفسي مش حواظب عليها لأنني مش أنا مريض أو بمعنى صحة أنا مش شخص مريض عشان تديني تسعة كابسولات ولا تمن كابسولات في اليوم يا دكتور ده كفاية كمان العلاج بتاعي لو كنت مريض دي نقطة النقطة اللي عايز يمكن أقولها ودي بشوفها كتير أو اللي يمدي أنا من نوعية اللي بجيب المريض بتاعي بقول له تعالي بعد تلات تيام طبعا مش معنى بتابع التعب بالمرض هل فيه تقدم هل فيه سبات عند نفس الوضع هل فيه تأخر في الحالة طيب بعد تلات تيام الكلمة الدرجة عنده يا دكتور أنا بقيت كويس جدا بس فيه مشكلة عندي فيه وجع في جسمي فيه أهمدان كل حتة في عضمي وجعاني دي نقطة أنا بقى وفقه جدا فيها نظرا للحالة الحرب اللي كان موجود فيها وبقولها لو بن قصين أنت بفترة نقاها طب فترة نقاها بتفرج على نفسي كده وبس بقى تفرج على نفسي لها طبعا عايز أقول هنا بقى الكولوسيز هيبقى ليه فايدة مهمة قوي احنا اتفقنا إن من الكولوسيز فيه أوميجس ري فيه أربع أضعاف القوة عندي أربع أضعاف طقتي بأخدهم زيادة عن الجلوكوز زيادة عن الأكل العادي دي نقطة الفيتامين دال اللي أكتر لو يمكن قبل موضوع الكورونا كلنا كنا بنعاني بموضوع الإرهاق والتعب المجهود غير اللي ببزله بيبقى ضعيف ولكن مش ده مجهود اللي أنا بعمله كل ده فجئنا إن فيه نقص الفيتامين دال يبقى لما لاقي حاجة واحدة بتقدر تلم حاجات كتير معايا ما قبل العدوى وفيه أثناء العدوى وما بعد العدوى يبقى إذن أنا بتكلم على حاجة مفيدة علي في كميع العدوى يعني أنا هوي دكتور وقاعدة بتفرج على حضرتك والحمد لله لسه مش عندي برد ولا أي حاجة ياتلي أتسب باستخداليها وأجيب السكولوسيز أبتدي أخده حتى لو ما فيش أي أعراض وما فيش حاجة لمدة قد إيه ممتاز أوي السؤال ده يمكن السؤال ده لو تسأل فيتامينز اللي كلنا عرفنا في الصيدلية هقول لك لابد إنه يبقى فيه تحليل لابد إنه يبقى فيه برسكريبشن رشيدة الدكتور لأنه هو بيحدد لمدة قد إيه لكن لما أتكلم عن الكولوسيز يبقى باتكلم عن مكمل غذائي حاجة ناتشورال بتكلم على الجرعات الموجودة من أوميجا سري وفيتامين دال وفيتامين ألف هي الجرعة اليومية اللي محتاجها الجسمي مع اختلاف السن لو جينا نقول من سن سنة لسبع سنين هنأخد كابسولة واحدة في اليوم أوكي هنأعتبر سن سنك أنت مثلا من سن سنة لسبع سنين أوي أوي طيب نقول من سن سنة لسبع سنين لحتى تلاتين سنة هيبقى كابسولتين في اليوم بنا لسه بسنن طيب فوق سنة تلاتين سنة أو صاحب مرض مزمن زي قلب أو ضغط أو سكر أقوله تاخد تلات كابسولات في اليوم هيجي المشاهد يسألني إيه دا يعني أنا لو مريض ضغط أو سكر أو قلب أياخد الكولوسيز ده أأمن حاجة لك الكولوسيز طبعا لأنه كمان هيساعدك في حاجات كتير حرق بقى دمون كلسترول طقوية مناعة ده بيساعد كمان الناس الكبيرة أكتر من الناس الصغيرة على الأقل الناس الصغيرة لسه عندها المناعة لها الطفولية اللي هي طلع بيها أصلا مظبوط يمكن لكن الناس كبيرة الصغيرين أو صغيرين أو حتى لو جاتوا كورونا من وضعوا على هادي معايا كده مظبوط ده أخلي بالك من السن الكبير لو عندك جدك جدتك حماك حماتك أي حد بقولك لا أحاول تبعد عنهم حاول تتجنبهم ليه؟ طيب أنا أتجنبهم بس لأتجنبهم وديهم النصيحة أقول له لا أنت محتاج أوميجا سري محتاج فيتامين دال محتاج فيتامين ألف بين قصين اللي هو الكولوسيز أخذه ثلاث مرات في اليوم وبالذات لو كان عندي مرض مزمن زي الضغط أوصو بعيد بقى بعيد عن الكورونا الفترة دي والمناعة والكصص دي أهو إحنا كده خلاص خدنا الكوفر الحلو والمناعة وعرفنا حكينا القصص كتير قوي أنا هستفيد بي إيه بقى كبنوتا لعظمي لشعري لتقوية مناعتي إيه الاستفادة الأكتر بي اللي أنا بقى أخذه على طول أنت عايزة تعرفي كل حاجة عن أوه بصراحة أصلا ناوي أمش عليه بصراحة قصي أنا حاولك حال لأن أنا بكستل أوي أخد فيتامين ما عرفش إيه وإيه 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 وأجيب من ده حقا وأجيب من ده كابسول وأجيب من ده في حاجة بحطة تحت لسان يعني حاجات كتيرة قوي وأنا خصوصا الناس اللي بتعمل ضاية يعني أعمل ضاية بفترة دي فأنا أكيد عندي ناص أكيد أكيد ومحتاجة عشان خاطر نظام أكلك والسعرات الحرية بتاعتك بتبقى محدودة آه في دقيقة أكيد أقول لي دكتور ممكن يعمل معي إيه طيب إحنا اتفقنا إن الكولوسيز في فيتامين ألف تخيل فيتامين ألف بس مش المناعة اللي تكلمنا عليها لأ فيتامين ألف كمان حيفدني فيتامين الصحة والجمال يعني أنا لو حصل أني أنا مثلا عندي مشاكل في البشرة عندي ظهور تجاعد ظهور اللي زي الخطوط رفيعة كل ده فيتامين ألف بيقدر يقدر ما يزهرهاش سقوط شعر سقوط شعر طبعا مجدا فروة الراس نفسها الغذى بخلي الشعر ما بقاش جافة حاجات كتير جدا بالنسبة لنقطة الشعر والبشرة كمان الندوب التصبغات الحاجات دي كلها فيتامين ألف قوي فيها فيتامين زي فيتامين دال حضرك زكارتي عضمنا عمر بالكالسيا أنا وهو وليل عندي ما قدتش بقدر أقوم حتى منع السرير ومش فهمة مش فهمة إن ده فيتامين دا وكتير منها بتعرض للمكيفات دلوقتي والكلام ده كله بيحس واجع في عضمنا لا فيتامين دال بيقوي النقطة دي كويس جدا أنا بشكرك جدا جدا وكل مرة بأخد منك حاجة جديدة وحاجة أنا بستفيد بها أنا شخصيا نورتنا وهتنور من شاء الله بفقرات جاية وهنتكلم باستفادة أكثر نشكر دكتور مصطفى حامد استشارة أمراك الصدرية والباطنية ومستشارة طبي لشركة AMD وأنا كمان بشكركم خليكم دايماً فقرات جديدة مع أنا والطبيط